بمناسبة الميلاد المجيد قام وفد من رجال الدين في محافظة السويداء بأداء واجب المعايدة والتهنئة بعيد الميلاد المجيد في مقارن مطرانية الروم الأرثالزوكس ممثلة بالمطران سابا إسبر مطران بصرة وحوران وجبل العرب في رسالة واضحة أن سوريا منتصرة على الإرهاب إلى السنوات الأزمة الماضية اقتصرت العياد على المراسم الدينية ولم يكن هناك تزاور لتقديم التهنية وإنما اليوم مع النصر الذي تحقق ويتحقق أتينا لنؤكد بداية على النصر الكبير الذي حققته سوريا بصمود جيشها وصمود قائدها والقيادة السورية التي تصدت لأعطى المؤامرات التي تعرضت لها سوريا على مر تاريخها الشعب السوري امتلأ من الاندفاع الإيجابي المعنوي ومعنوياته اليوم عالية جدا لأن ما حدث في السنة 1917 من إعادة تحرير كثير من الأراضي سورية من دحر للإهراب في كثير من المناطق من فك الحصار عن دير الزور وعن مناطق كثيرة والحبل على الجرار بظن الله حتى كل البلد تتحرر وتعود إلى سابق عهده وإلى كرامته وإلى مجده هذا كله أعطى شحن كبير للشعب السوري معنويا وغلب المشاعر الإيجابية على المشاعر السلبية سوريا هي بلد التأخي والمحبة والسلام وأن هذا الميلاد المجيد سيكون ميلادا جديدا لسوريا وأعلانا لانتصارها على كل أشكال الإرهاب ودعميه توجه هنا وخاصة لجميع السوريين ونقول لهم أيها السوريون علينا أن نكون جميعا أبناء سوريا سوريا التي علمتنا وربتنا على حب الوطن على احترام الإنسان على احترام الآخر على البعد عن الإرهاب والتكفير وعلى احترام أعراض الناس ومقدسات الناس وكرامة الناس نحن اليوم طبعا رسالتنا رسالة العيد حتى نأكد على أننا شعب متجانس في سوريا نحن نؤكد المقولة التي تقول إذا رأيت رجل الدين المسيحي في المسجد ورأيت رجل الدين المسلم في الكنيسة فاعلم أنك في سوريا هذه سوريا بطيفها الجميل بعد غياب أجواء الفرح بعيد الميلاد واقتصارها على أداء الشعائر الدينية خلال السبع السنوات الماضية عادت أجواء الفرح إلى المحافظة بفضل الامتصارات التي حققها أبطال الجيش العربي السوري